بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين أرجوكم إعيالكم يشوفون هذا المقطع أنتوا يمكن تلاحظون زيادة ظاهرة الشك في الله زيادة ظاهرة الإلحاد زيادة ظاهرة والله الله ظالم والله أنا الآن لا أريد أن أتكلم عن هذا الموضوع ولا أريد أن أوجه هذا التحدي إلى بعض قليلين الأدب اللي يتكلم بقلة أدب وبوقاحه وهذا اللي أنا ردت عليهم يمكن أن تشوفتوا المقطع اللي أنا سويت عنهم لكن أوجه الرسالة وهذا التحدي إلى اللي ينكر وجود الله المحترم فيهم اللي حاب يفهم اللي حاب يتناقش اللي حاب يأخذه ويعطي إنما قلة أدب وما أدري إيش والكلام الفاضي اللي أنا قلتها لا أريد أن أكررها الآن في هذا المقطع أخواني الأفاضل أوجه رسالة لكل شاب يقول الله مش موجود لكل شاب يقول إحنا خلقنا صدفة لكل شاب يقول والله يا أخي لا وهذا والله مش موجود ويحط من خلونا نتكلم عن هذا الموضوع عزيزي المشاهدين وأيضا هذه رسالة للشاب المسلم الشاب المسلم اللي أحيانا يشك وأحيانا يفكر وأحيانا أحيانا أحيانا فخلونا أن تكلم عن الإنسان نفسه الله سبحانه وتعالى إيش يقول في القرآن وفي أنفسكم أفلا تبصرون الآن لا أريد أن أكلمكم عن خلق السماوات ولا خلق الأرض ولا الفضاء ولا ولا المجرات يعني فعلا أخواني الأفاضل إذا أردت أن تعرف وتؤمن بعظمة الله لا تفكر في الله نفسه قد ما تفكر في ماذا خلق الله سبحانه وتعالى إذا فكرت في خلق الله ستوصل لإيمان إن الله سبحانه وتعالى فعلا إذا أراد أمرا أي أمر أي أمر إنما يقول له كن فيكون عموما هذا التحدي أوجه لكل إنسان يقول لك الله مش موجود ونرجع للآية اللي الله يقول وفي أنفسكم أفلا تبصروا أنت شوف نفسك شوف نفسك راح تعرف عظمة الله سبحانه وتعالى هل تعلم أخي العزيز خلونا نتكلم الآن عن البصمات علماء الأحياء يقول لكم إنه والناس المتخصصين في هالأمور يقول لكم إنه منذ خلق آدم إلى الآن عدد البشرية اللي نولده وماته ونولده وماته وإلى الآن تقريبا تقريبا يعني يقولون ثمانين مليار إنسان تخيلوا اللي خلقهم الله منذ خلق آدم إلى الآن ونقول مثلا إلى يوم القيامة نقول نحط رقم يعني مجرد رقم تخمين احنا ما عندنا الرقم الحقيقي نقول مئة مليار إنسان أنتوا يعني متخيلين الرقم مئة مليار إنسان وهذا التحدي أوجه لكل إنسان ينكر وجود الله ويقول لك الله صدفة عفوا والعياذ بالله إن خلق الإنسان صدفة طيب هل تعلم أخي العزيز إن لكل إنسان بصمة مختلفة شوفها الآن هذا الأصبع هذه المعلومة يمكن لكل يعرفها البصمة هذه مختلفة يعني مئة مليار بصمة مختلفة عن بعض طيب هذا الكلام اللي أنا بوصل لا 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 يا حبيبي الآن هالمعلومة إحنا كلنا نعرفها لكن العلم سبحان الله مع الوقت مع الوقت قاعد يكتشف أشياء عجيبة وغريبة في خلق الإنسان هل تعلم إن وجهك له بصمة الآن موجود في الجوالات الفيس آيدي كل إنسان الله خلقه وجه كامل له بصمة مئة مليار بصمة شوفوا عظمة الله سبحانه وتعالى كل إنسان وجه مختلف بتقول لي والله هذا فيه شبه وفيه كذا نعم لكن كتركيبة كاملة كل إنسان يختلف عن كل إنسان آخر سبحان الله كذلك صوتك بصمة الصوت الآن لما تروح بنك سويسرة ولما هناك بعض الخزانات اللي أصحاب الفلوس غير أنك أنت تحط بصمة رقم أو رقم سري هناك بصمة للصوت فتخيل وين هذا تعال يا أخي اللي تقول لي تقول لي إحنا صدفة وإحنا والعياذ وبالله الدنيا هذي طلعت فجأة أي فجأة يا حبيبي أي فجأة ركز يا حبيبي ركز ركز على خلقك ما وراء خلقك إلا إله عظيم كل إنسان له صوت مختلف منذ خلق آدم إلى الآن سبحان الله كذلك بس يا عبد العزلاء يا حبيبي بصمة العين الآن روح مطارات كثيرة من الدول ياخذون بصمة عينك غير بصمة صبعك بصمة عينك كل إنسان عينه له لها بصمة مختلفة عن المئة مليار إنسان آخر وفي النهاية يا حضرت تقول لي والله الله مش موجود والعياذ بالله خلاص يا عبد العزلاء لا يا حبيبي إحنا قلنا بصمة الواجه وقلنا بصمة الأصابع وقلنا بصمة الصوت وقلنا بصمة العين هل تعلم أن خفقات قلبك تختلف عن أي إنسان في البشر أي إنسان يساول له تخطيط قلب وخفقات قلبه سبحان الله بصمة مكتشفين الآن بصمة خفقات القلب سبحانك يا رب سبحانك يا رب يعني قلبك يدندن غير عن مئة مليار إنسان وبعدين أنت حضرتك تقول لي والله الله مش موجود يا أخي فعلا فعلا لا إله إلا الله كذلك أخواني الأفاضل التنفس طريقة التنفس يقول لك طريقة أنت بك ما تلاحظها لكن هاي الأمور بالأجهزة طريقة تنفسك تختلف عن مئة مليار إنسان حتى طريقة التنفس لها بصمة أخواني الأفاضل الإذن يقول لكم شكل الإذن والغضاريف والقنوات هذه لما تأخذ صورة كاملة للإذن يقول لكم أن الإذن لها بصمة تختلف عن كل إنسان كل إنسان يتميز ببصمة إذن يمتلكها ولا يمتلكها أي إنسان آخر بصمة الأسنان أخواني الأفاضل كذلك الأسنان لها بصمة عضة الأسنان تركيبة الأسنان صورة الأسنان لما تأخذها بصورة عامة هناك بصمات للأسنان أخواني الأفاضل تختلف عن كل البشر كذلك رائحة بصمات رائحة جسم الإنسان أنت يلي تشوفني الآن ريحتك مختلف عن ريحتي ريحتي مختلف عن ريحة فلان كلنا لنا روائح ويقول لكم سبحان الله الكلب يميز ريحة صاحبه عن ويقول لكم أكثر 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 حيوان يميز رائحة الإنسان الكلب طبعا يطلعك من بين ألف ألفين خمسة آلاف شخص لك أنت ريحة خاصة فسبحان الله اكتشف العلم أن لكل إنسان رائحة تميزه عن باقي البشر عرفت أخواني الأفاضل تعال يا حبيبي تعال اقنعني اقنعني من خلق هذا؟ من ميزك اللي تقول صدفة؟ من ميزك أنت ببصمات في ريحتك تختلف عن عشرات المليارات من البشر؟ بتقول لي والله احنا صدفة طالعين فركز أخوي المسلم على هذه المعلومات كذلك معروف هذا طبيا وكلكم تعرفون هالمعلومة بصمات الـ DNA دمك خلايا جسمك الحمض النووي هذا اللي يسمونه الحمض النووي الـ DNA يقول لكم الإنسان لما يموت ومثلا الجثة تتعفن ولا مادري إيش يقول لكم بطريقة ما يطلعون هذا مين؟ بصمات الـ DNA يقول لكم حتى الآن لما شخص عن شخص وينجب ويجيب طفل وهذا بالـ DNA يعرفون أن هذا ولدك ولا مش ولدك سبحان الله تعالي يا أخي الـ DNA لك بصمات مختلفة عن كل البشر وتي حضرتك تقول لي والله يا أخي رد علي رد الآن إحنا هذه حلقة حلقة أنا أتكلم بكل أدب وإحترام وخاطب الإنسان اللي ينكر وجود الله بكل أدب وإحترام ورد علي بكل أدب وإحترام إحنا بنوصل للنتيجة أوكي كذلك إخواني الأفاضل المخ يقول لكم المخ يطلع موجات كهربائية كل إنسان موجاته اللي تطلع من مخه وبالتخطيط تختلف عن باقي البشر عن كل البشر سبحانك يا رب والله سبحانك يا رب تعالي يا أخي اللي تقول والله والعياذ وبالله الله مش موجود تعالي يا أخي اللي تقول يعني اعرف أنت يا مسلم كذلك اعرف عظمة ربك اعرف كيف الله سبحانه وتعالى في البديع كيف الله خلقك شيء انت انت وفي انفسكم لا تشوف السماء لا تشوف شي في نفسك في نفسك انت راح تشوف شي عظيم اخواني الافاضل كذلك في السيد كرستوف اللي انا استضافته الفرنسي هذا الان عنده تقنية في الشركة اللي هو شركة اعجازة اللي يملكها عنده تقنية معرفة طريقة الكتابة بالباسورد يعني الان الكمبيوتر مالك اللي انت تعمل فيه بدون رقم سري بدون اي حاجة مجرد ما انت تدخل يقول لكم يتعرف الكمبيوتر على طريقة الكتابة يقول لك ان كل انسان له طريقة كتابة تختلف عن الشخص الاخر في العالم كله سبحانك يا رب يعني اذا صار مجال بإذن الله راح استضيف السيد كرست في عن هذا الموضوع الان هو قاعد يسوق لهذا المنتج اللي عنده يقول لك اذا دخل انسان يمسك الكيبورد مالك هذا ويشتغل على جهازك جهازك يسوي بلوك فورا جهاز الكمبيوتر يتعرف على طريقة كتابتك مختلفة عن كل البشر في العالم سبحانك يا رب كذلك في بصمات جديدة الان مكتشفينها طريقة المشي يقول لكم كل انسان له طريقة مشي تختلف عن الانسان الاخر الله يا اخواني الافاضل كذلك الان شغالين وقاعدين يكتشفون لسانك هذا لسانك له بصمات تختلف عن جميع كل البشر في العالم بصمات للسانك تختلف عن السنة كل البشر عرفت اخواني الافاضل فيعني ايش اقول لكم ولا ايش اقول لكم انت لو تشوف نفسك كيف تقوم وكيف تعيش وكيف تتنفس وكيف تشرب وكيف عزكم الله تدخل الحمام وكيف تحيا وكيف تموت وكيف مستحيل مستحيل انك انت تقول الله مش موجود انا الان يعني تقريبا عطيتكم 11 او 12 بصمة تميزك انت كانسان عن باقي المئة مليار انسان في العالم هذا السؤال اللي حابه وجهه لكل انسان يقول الله مش موجود تعال جاوبني هل الصدفة الصدفة تسوي شديد الصدفة تسوي اني انا مختلف كعبدالعزيز الانصاري مختلف عن اكثر من مئة مليار بشر مين اللي ابدع مين اللي سوى مين اللي عمل فعلا لا نقول الا لا اله الا الله 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 موجود الله سبحانه وتعالى فعلا يعني مهما نوصف الله سبحانه وتعالى في عظمة في احنا لا زلنا وما اتيتم من العلم الا الا القليل اخواني الافاضل احنا ما جانا من العلم الا القليل 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 فالله سبحانه وتعالى يهدي الجميع وأنا أنتظر تعليقاتكم نثري الموضوع أن تكلم عن الموضوع وأي إنسان ينكر يجاوب بأدب اللي ما راح يجاوب بأدب والله العظيم ما لا عندي إلا الجزمة اللي معفن المصدية اللي صار لعشر سنين وراح أرد عليك في يوم الجمعة ما راح أخليك أنا تكلمت معاكم بكل أدب واحترام إنما بالنسبة للناس اللي يشتمون هنروح رأينا ما قعد حداكم أنتم ما تسهون حتى الإنعال تحدي لللي يبي يفهم تحدي لللي ينكر ويبي يتعلم ويبي يوصل للحقيقة إنما قلة الأدب ما راح تقدر عليه أتمنى الرصالة تكون وصلاة